لو حبينا نلخص الموضوع اللي اتكلمت فيه اللي احنا يعني الزبدي خلينا نقول اللي احنا محتاجين نسمعها في موضوع الخوف اقول كفاية المسيح للرعاية والعناية في كل ظرف وفي كل مكان وكفايته انه يحل اي مشكلة ويشق طريق وسط اي ظروف المسيح كافي كفء للرعاية والعناية مش ممكن يوجد شخص في ظرف او في مكان الا ويكون المسيح كافي لسداد احتياجاته وسداد مطاليبه في الموقف ده في المكان ده هو واحده بس لو حبيت مثلا افكر الخلاصة دي افكر بس بمزمور بسيط قوي زي مزمور 23 مزمور من 6 ايات يتكلم عن كفاية الراعي لسداد كل الاحتياجات عشان ما تخافش الظروف المادية الرب رعية فلا يعوزني شاي الظروف الروحية في مراعن خضر يربطني الى مياه الراحة يريدي في فشلي وتيهاني وزللي يرد نفسي يهديني الى سبلبر من اجل اسمي في مواجهة الموت ايضا اذا صرت في وادي الزل الموت ايه لا اخاف شرا ليه عشان انت يعني سوبرمان يعني لا لانك كنت انت معي في مواجهة الاعداء ترتب قدامي ما ايدا تجاه مضايقية في الظروف الحياة اليومية المتغيرة احيانا ببقى عندي صحة واحيانا المرض معي فلوس معيش فلوس خير ورحمة لو منح خير ولو منع رحمة لو وسعت خير لو دقت رحمة وخير ورحمة وفي الابدية لما اروح عنده حسكن مش في بيت الرب حسكن في بيت الاب مش مدى الايام الى ابد الابديم يعني الراعي المسيح الراعي اللي مات على الصليب من اجلك متكفل بحياتك وبموتك وبابديتك عايزي تاني انا مش هخاف على حياتي لانه رعية ومش هخاف على موتي لانه رعية ومش خاف على ابديتي لانه رعية ومخلصة عايزي تاني ما تجيش للمسيح ليه قل لي ايه اللي منعك تيجي للمسيح يعني المسيح عمل العمل كامل غفر خطيانا بررنا صالحنا المسيح أعطانا حياة خلاص كامل أعطانا حياة أبدية أعطانا ضمان الحياة الأبدية وهذا الوعد مش موجود في أي كتاب آخر الرب يسوع أعطانا ضمان الحياة الأبدية وهذا بشجعنا أنه أنا عارف إلى أين أنا ذاهب هذا السؤال اللي حير العلماء والفلاسفة والحكماء إحنا كمسيحين عارفين وين رايحين من بداية الرحلة لنهايتها الله موجود معنا اشتركوا في القناة